بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبيه الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله نتحدث الآن عن أسباب الموهبة والتفوق وهل هي أسباب وراسية أم أسباب بيئية وطبعا اختلافات في بعض الأبحاث بودو تقول إن هي أسباب وراسية رجعة إلى الأب والأم حتى قريبا قرأت موضوع أن الأطفال طبقا للوراثة بيرسم زكائهم من الأم هي كانت حاجة من الحاجات الجديدة وده بعض الأبحاث تكلمت عن موضوع ده طبعا لكن ما تأكدش عالميا وفي بعض الأبحاث قالت لا أتى طبقا للأكل اللي بتتناول الأم أثناء الحمل ممكن يكون فيه زكاة في بعض الأبحاث تانية قالت الفترة اللي بيتولد فيها الطفل من السنة أشياء كتيرة جدا تكلمت على موضوع الزكاة ولكن هي أبحاث ممكن ما تكونش يعني أخذت الاعتماد العالمي أو الاتفاق العالم ولكن فيه أبحاث جابت نسب وقالت إن معظم الموهوبين والمتفوقين 80% منهم راجع إلى عامل الوراثة يعني راجع للأب والأم جميل 80% من الموهوبين والمتفوقين راجع إلى عوامل وراثية أما العشرين في المائل بقيين راجعين إلى عوامل بيئي عوامل بيئي خاصة بإيه؟ بالبيئة وطبعا البيئة لها دور كبير جدا فيه الاهتمام بالطفل الموهوب والمتفوق يعني لو البيئة بتساعد الطفل الموهوب والمتفوق على إبداعه وإنتاجه وتفوقه هينجح ويصل إلى مستويات عالية جدا ولكن في بعض البيئات بتحطم الموهوبين والمتفوقين وده طبعا مشكلة جبابة جدا طيب لو جئنا كمان اتكلمنا على خصائص الموهوبين والمتفوقين طبعا احنا الخصائص عندنا خصائص جسمية ده بنتكلم عنه وخصائص أقلية وخصائص كمان إنفعالية وخصائص خلقية والخصائص كمان إنفعالية داخل فيها الخصائص الاجتماعية طبعا دي الكتاب اللي احنا بندرس منه إن شاء الله عليكم طيب كمان عندنا الخصائص بصفة عامة الموهوبين والمتفوقين ايه بقى الأشياء اللي بيشترك فيها طبعا الخصائص اللي احنا تكلمنا عليها أول حاجة عندهم تفوق في أنا بحبش أقول جميع المجالات دي خلانا نقول في معظم المجالات يبقى عندهم تفوق في معظم المجالات معظمهم المعظم منهم برضو صحيح الجسم ما عندهم الخصائص الجسمية لا بيكونوا ببعض الأحيان أطول وإيه أكثر حيوية ويتمتعون بصح إيه جيدة طبعا مش كل الحالات زي ما أنا بقول ولكن ده النسبة يعني معظمهم برضو عنده جاذبية اجتماعية يعني طريقة الكلام التعامل وكذا عنده زي ما احنا بنقول يعني المهارات الاجتماعية عنده كمان إيه يعني عنده استقام من الحالة الانفعالية وفي بعد الأبحاث طبعا اتكلمت على النقطة دي إن مش معظم المتفوقين والموهبين عندهم استقامل في الحالة الانفعالية ولكن بعضهم بتقابلوا مشكلات الانفعالية كتيرة وده راجع دي عندهم حتة للسعي إلى الكمال إن هو دايما كل شيء عايزوا يكون طب يكون في أعلى مستوى الماكسما من كل شيء وده أحيانا بيسبب مشاكل انفعالية كتيرة جدا ونقطة دي نقطة مهمة إنه هم حتة الاستقامل الفعالي مش دائم كمان عندهم معامل الزكاة بيكون فوق المية وثلاثين وإحنا قلنا طبعا المية وثلاثين ده بيكونهم عبقرة أو ممتازين ومعظم اللي بيغيروا المجتمعات بيكون طبعا في زكاءهم زكاء إعادة طيب كمان عندهم بيحبوا الدراسة والتعلم عندهم حب بزيادة عندهم قدرة على الكراءة بسهولة أهم نقطة كمان في الموهبين المتفوقينه هي الإبداع عندهم إبداع كمان عنده قدرة على حد المشاكل بطريقة غير مألوف اللي هي بوضو الإبداع بوضو القدرة على حال المشاكل بطريقة عنده إبداع وإيه وإنتاج غير العاديين المعظم منهم عنده كمان طلاقة لفزية وصفات القيادة ده شيء مهم جدا في الموهبين المتفوقين